أهلا بكم، زلزال الحوز صلط الضوء على عدة زوايا يتقاطع فيها الاقتصادي بالاجتماعي في هذا الإقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي والتضاريس الجبلية أهول الكارثة ومخلفاتها ولد عدة أسئلة قسمها المشترك نصيب وحظوظ هذا الإقليم وبقل قليما متضررة والجهة ككل من مشاريع ومخططات التنمية تساؤلات سنحول البحث عن أجوبتها مع خبير المجلة الاقتصادي عبدالخلق التهامي أستاذ تهامي أهلا بك أهلا وسهلا بداية أستاذ الخلق التهامي هل لك أن تعرفنا بإقليم الحوز من الناحية الديمغرافية والجغرافية؟ كما اتضح للجميع بعد الزيزة الفاجعة تشكي الجبال ما يقارب 3-4 مساحة إقليم الحوز الذي تبلغ مساحاته حوالي 6212 كم مربع وتحده أقالي مراكش قلعة سراغنات هارودانت وارزازات أزيلال الشيشاو يقع في جهة مراكش أسفي على بعد حوالي 40 كم عن مدينة مراكش حسب إحصاء 2014 للمندبية السامية التي تخطيط يسكن في الإقليم حوالي 600 ألف نسمة موزعين على حوالي 40 جامعة إذن يعيش أكثر من 80% من سكان الإقليم فيما يصنف عالم قرويا والباقي أي أقل من 20% فقط في المراكز والمناطق الحضرية ويتميز الإقليم بتنوع مناخ ومورفولوجي ومناظر طبيعية فريدة جاذبة للسياح يمكن أن تجعل من الإقليم قطبا للسياحة القروية والجبالية بدون منازع في بداية من منظور أهم وأحداث مؤشرات التنمية البشرية المتوفرة عن الإقليم كيف يمكن تصنيف وتقييم مستوعي ساكنته تشير تلك المؤشرات إلى تدني مستوعي سكان قبل الكارثة مثل عدة مناطق القروية في بلادنا حيث تجليت الفقر النقدي والفقر المتعدد الأبعاد بنسب مرتفع نسبيا لنقول ولقد سلطت الكارثة الضوء من جديد على هذا الواقع وعلى تعثر وضعف مسلسل التنمية في إقليم الحوز كما في أقاليم أخرى دات كتافة قروية مرتفعة وتكمل المفارقة هنا على الأقل جزئيا في كون الإقليم يتوفر مبدئيا على مؤهلات يمكن استغلالها على مستوى الفقر النقدي وارتكازا على معطية خريطات الفقر المادي التي أصدرتها المندبية السامية للتخطيط بارتباط مع الإحصاء العام للسكان والسكنة لـ 2014 يسجل إقليم الحوز نسبة 3.3% يعني أقل من النسبة الوطنية مع النسبة ضعيفة في حواظر الإقليم 0.8% وفقط 3.8% في القرى لكن حسب خريطات الفقر غير النقدي أو المتعدد الأبعاد التي أنجزها دائما المندبية السامية للتخطيط والمتعلقة بسنة 2014 يسجل إقليم الحوز نسبة فقر في 15% ويحصل الإقليم بذلك الرطبة الرابعة أيضا بين أقاليم الجهة هذا المستوى أي مستوى المقارنة مع أقاليم الجهة تسجل نفس النسبة أي 0.5% في الجزء الحضري من الإقليم و 17% في جزءه القرى فلا يمكن أن نقول أن الإقليم هو أفقر أقاليم الجهة بالرغم تلك النسب لا في العالم القرى ولا حتى في العالم الحضري للمقارنة بالنسبة للمستمعين أشير إلى أن نسبة الفقر التي أصدرتها المندبية السامية للتخطيط لسنة 2014 هي في 8.9% للفقر المتعدد الأبعاد بالنسبة على الصعيد الوطني 17.7% في العالم القرى وجوج في العالم الحضري أما بالنسبة للفقر النقدي أو المادي دائما لسنة 2014 على الصعيد الوطني فإن النسب كانت في 4.8% 9.5% في القرى و 1.6% في الحوادث ما طبيعة النشاط الاقتصادي المهيم على إقليم الحوز وباقي المناطق الأخرى المجاورة له وما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق وتحد من تطورها كباقي المناطق القرى والجبالية في بلادنا في الحوز وفي عدة أقالب أخرى مشابهة يعتمد السكان في نشاطهم الاقتصادي على بعض الزراعة البسيطة إجمالا لا تضم في بعض الحالات إلا حقول لبعض الأشجار كالزيتون، التفاح، الجوز وبشكل متوازي مع تربية المواجه نظر لمحدودية المساحات الزراعية القبرى التي تضمن إنتاجية معقولة معظم تلك الزراعات معيشية وبسيطة جزء ضئيل منها يصل إلى الأسواق إلى جانب ذلك تطورتها بشكل لافت ومحسوس في العقدة الأخيرين بالخصوص أنشطة سياحية التي بدأت تتصدر الأنشطة الاقتصادية في بعض الجماعات القروية التي تتوفر على مناضر طبيعية جدابة للسياح الذين يزورون أولا مركش بالأساس وكل ذلك مع بعض صناعة تقليدية المحلية وبشكل متوازي معها التي تباع للسياح الأجانب والمغاربة أما عن أبرز المشاكل التي تعاني منها المناطق التي تضررت من الزلزال قبل الكاريتان فتكمن في ضعف مختلف البنية التحسية خصوص منها الطرق والكناطير وصعوبة تنقل نظرا لغياب وسائل النقل مما يصعب على كل اندماج اقتصادي فصعوبة الوصول إلى الأسواق لبيع المنتجات أو شراء أخرى يولد الحرمان واستمرار الفقر بكل تجلياته المادية والمتعددة الأبعاد المرتبطة به فالتعقيدات الجغرافية تعقد الاستثمارات التي تريد الدول القيام بها وتجعلها جد مكلفة في ظل تشتد ساكنة طيب استدعب خلقة وهمية على مستوى جهة مراكش أسفي التي ينتمي إليها إقليم الحوز ترابيا نلاحظ تفاوتات اقتصادية واجتماعية بين أقاليم الجهة خاصة بين حاضرة مراكش وباقي الأقاليم فهل يمكن الحديث عن جهوية متقدمة بتفاوتات أحيانا صارخة حتى داخل الجهة نفسها ومدى عن تفعيل مبدأ التضامن والتآذر داخل الجهة وبين الجهات أيضا في الواقع هناك تفاوتات مجالية كبيرة بين مناطق وجهات البلاد ككل فحسب الحسابات الجهوية لسنة 2021 التي أصدرتها لمندوبيا السامير التخطيط تأتي جهة مراكش أسفي في المرتبة الرابعة في إنتاج الثروة الوطنية مع تسجيل نسبة نمو جيدة بين 2020 و2021 في حوالي 8% 7.9% بالضبط وهناك بطبيعة الحال تفاوت بين الجهات وتفاوت بين الأقاليم داخل كل جهة جهة مراكش أسفي فليس إقليم الحوز كعملات مراكش أو مدينة أسفي وهذا واضح على كل المستويات فلحد الساعة نحن بعيدين عن صياغة ميكانيزمات وآلية رسمية مؤسساتية مضبوطة للتآثر والتضامن بين الجهات ثم بين الأقاليم وستبقى الفوارق موجودة وقد تتزايد مع الأسف مما يعقد تنزيل مفهوم الجهوية المتقدمة كما نريده جميعاً كما غيره أعتقد أن هذا ورش هان بينتظرنا منذ أكثر من عشر سنوات يطفو ويغيب حسب المناسبات يجب الاعتراف هنا أن بعض التفاوتات أو حتى جلها يفسر بالمعطئة الطبيعية والمعيقات الجغرافية وهذا ما يهتم تدخل الحكومة من خلال سياسة تقويمية لإعادة توزيع المخصصات لصالح بعض الجهات وبعض الأقاليم تحديداً ومحاربة تمركز الطروات وتقليص الفوارق المجالية الخبير الاقتصادي عبد الخلقة وهمي شكراً جزيلاً لك أهلاً وسهلاً وإلى اللقاء في فقرة روبرتاج نواصل الحديث عن تدعيات زلزال الحوز والتركيز سيكون على مبادرة سوسيو اقتصادية تروم مساعدة الساكن المتضررة من خلال توفير حطب التدفئة للمتضررين خاصة في الدواوير والقرى النائية في الإقليم في المتابعة أمينة علوي إقليم خنفر الغني بموارده الغبوية حيث تغطي الغبات حوالي 40% من مساحته يتضامن بطريقته مع ساكنات المناطق المتضررة من زلزال الحوز فمع قرب فصل الشتاء بادرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى إرثال كميات كبيرة من حطب التدفئة إلى منكوبي الزلزال محمد صديق المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخنفر الوكالة الوطنية للمياه والغابات قامت بهذه المبادرة لماذا؟ لأننا نعفو بأن المناطق متضررة توقع في سلسل الجبل أطلس لكي تعرفوا حل بوروذا خاصية خاصة مع فصل خاري وابتعي الناس فهم فأمس الحاجة إلى مواد التدفئة بدورهم المنتخبون المحليون على موسى والإقليم منخرطون في هذه المبادرة عبد العزيز أخبو مسؤول بإحدى جماعة إقليم خنفر ارتأينا كجماعة باش نساهموا مع تخوتنا المغاربة لأننا نعرفهم تعيشوا نفس الطقس نفس الجو بحالنا سفتنا اليوم 1.300 طن السمانة هادي واليوم سفتنا اليوم 1.000 طن توفير حتى بالتدفئة للساكنة المتضررة من ززال الحوز التفاتة ساهمت فيها أيضا فعاليات المجتمع المدني على مستوى إقليم خنفر أحمد غازي فاعل جمعوي نحن بدورنا كمجتمع مدني نجينا نلبيو هذا النداء والمساعدة ديناك تجلى في ملأة الشاحنات بالأحطاء من أجل التدفئة وعورة تداريس إقليم الحوز الذي يغلب عليه الطبع الجبلي والقروي يجعل من مثل هذه المبادرات إضافة نوعية لمساعدة الساكنة المتضررة من ززال ختاما في فقرة جغرافيا الاقتصادية المهتمة بالشأن الأفريقي قال كبير خبراء وكالات التصنيف الاعتماني لدى الاتحاد الأفريقي إن الأخير يعتزم إطلاق وكالة تصنيف اعتماني جديدة خاصة بدول القارة من أجل الاستجابة لمخاوف بلدانها بشأن التقييمة المجحفة بنظره لوكالات التصنيف الاعتماني الدولية الكبرى في المتابعة محفوظ ويندسل في مناسبات عدة اعتبر الاتحاد الإفريقي أن وكالات التصنيف الاعتماني الكبرى لا تقيم المخاطر الاعتمانية للدول الإفريقية بعدالة وأنها تكون الأكثر سرعة في خفض تصنيفها خلال الأزمات فما الذي تعتمده وكالات التصنيف كمعايير؟ وما تأثير تصنيفها على القارة؟ الإجابة مع أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة يعقوب شعيب هذه التصنيفات تعتمد على تصنيف اقتصاد الدولة بصورة عامة والشقة الثانية يعتمد على تصنيف الشركات ففي الشقين التصنيفات التي تاته لا تعطي فرصة للمستثمرين الخارجين على أن هذه الدول لديها اقتصادات تستطيع جذب الاستثمارات الخارجية وكالة التصنيف المتوقع إطلاقها عام 2024 سيكون الهدف منها توسيع قاعدة تنوع الآراء بشأن التصنيف وليس استبدال الوكالات الأخرى التي تحتاجها الدول الإفريقية فما الذي ينبغي توفره في الوكالة الإفريقية؟ الباحث الاقتصادي ممنفع يجيب من العاصمة واكشوت هذه الخطوة ستقدم نموذجاً جديداً لتصنيف الدول الإفريقية ينبغي أن تكون هذه الوكالة وكالات مصداقية وتعتمد في عملها على الأمور الذنية البحثة بعيداً عن الأبعاد السياسية الأخرى تضاعفت ديون البلدان الإفريقية خمس مرات بين 2000 و2022 وسطت توقعات بتخلف واسع عن السداد العام الحالي وهو ما سيقع